نهاردة على سبيل المثال مثلاً وده شكل من أشكال حاجة تلك بتاعت ايه يلا جاء لازم نعرف وقالوا البنك المركزي طلع بيان من شوية البيان متعلق بشائعة ايه هي بقى؟ شائعة كانت متعلقة بانه البيان بيقول يا جماعة احنا لم نصدر اي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 اغسطس 22 والخاصة بزيادة الحد الاقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للافراد والشركات من 50 الف المية وخمسين افراد خمسين شركات مية وخمسين هي هي التعليمات زي ما هي لم يرد عليها اي تعديل البنك المركزي بيقول ده جاي في اطار ترسيخ لمبدأ الشمول المالي اتصاق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن علشان نحفز كل من يتعامل مع القطاع المصرفي مع البنوك انه يستخدم وسائل الدفع غير النقدية تشمل بقى التحويل وتشمل وسائل الدفع الالكتروني وتشمل كافة الوسائل المتاحة القانونية لدى كافة البنوك البنك المركزي بيقول يا جماعة لو سمحتوا على الكل توخي الحذر كل الحذر عند تداول اي اخبار خاصة بالبنك المركزي او القطاع المصرفي انا بس عايز افهم الناس حاجة فيه تهمة بقانون اسمها الاضرار بالاقتصاد الوطني الاضرار بالعملة المحلية الايه الاضرار مرة بقى بعمد مرة بدون عمد بس فيه تهمة والتهمة دي بالمناسبة مش غرامة التهمة دي تستوجب حبس يعني ايه شمول انا عايز الناس تتعامل مع الوسائل الطبعية اللي يبقى الفلوس فيها رايحة وجاية من جوه البنوك زينا زي بلد بره لكن جو انا اسحب كاش واخد الكاش افعل به ما يحلو لي يحلو لي دا بقى ساعات في السراء وساعات في الضراء يحلو لي دا ساعات دا اعمل بيه الصح وساعات دا اعمل بيه الغلط صح ولا انا غلطان ما انا اسحب بقى كميات ملايين من البنك فلوس يا عم وحر فيها وما الوسيدة يا فلوسك وحر فيها وحد قالك بتاخدهاش يلا حولها بالتطبيقات يلا اقع روح البنك ويعمل تحويل من الحساب دا للحساب دا يا رب بتحول 100 مليون دلوقتي مش حد هيقولك لا لكن انت عايز بقى تاخد المية مليون والتجر في العملة الصعبة دي قصة تانية هتشتري بقى وتخزن وبقاش عارف عنك حاجة وانمشيها كده بلدي دهناك على ايامه مش دلوقتي